السلام عليكم عندنا خمس طرق لإزالة الشعر اللي موجود في منطقة الأندر أرمى أو تحت الإبط وهنتعرف على مميزات وعيوب كل طريقة فيهم الطريقة الأولى وهي باستخدام شفارات الحلقة بتحتاج أنك تحط رغوة أو جل للحلقة وتستخدم نوع من الشفارات يكون كويس زي جيليت مثلا وتستخدم شفرة الحلقة مرة واحدة وبعدها ترميها وبعد الحلقة هتاخد شاور وتخسل المنطقة بمية بردة وتحط كريم مرتب لمدة 3 أيام علشان يقلل من الالتهابات اللي ممكن تحصل والمميزات هنا إن الطريقة دي سهلة ومش مؤلمة وسعر الشفارات رخيصة والعيوب هنا إن ممكن يحصل التهابات بعد الحلقة خصوصا لو نسيت تحط المرتب بالإضافة إن الشعر لما بيبدأ يطلع تاني بيكون محدب وده بيسبب ألم لكن المرتب برضو هيقلل شوية من الألم ده تاني طريقة وهي باستخدام مكنة الحلقة الكهربائية ودي طريقة مناسبة جدا خصوصا للرجالة ومميزاتها إن ما بيكونش فيه أي ألم وما بيحصلش التهابات بعد الحلقة لكن العيب هنا إنها ما بتجيبش الشعر من تحت قوي فهتلاقي منطقة الأندر أرمي مش نعمة زي الطرق التانية وكمان الشعر هينمو بسرعة وممكن تتغلب على العيب ده بإنك تستخدم نوع مكنة يكون كويس وغالي شوية تالت طريقة وهي باستخدام كريمات إزالة الشعر والكريمات دي استخدامها بسيط قوي بتحط طبقة من الكريم على منطقة الأندر أرم وتسيبها لمدة 10 دقايق وبعدها تمسح الكريم والشعر باستخدام الفوطة المميزات هنا إن الطريقة دي فعالة جدا وسهلة الاستخدام وبتخلي المنطقة نعمة والشعر ياخد وقت لحد ما يطلع مرة تانية لكن العيب الوحيد اللي فيها إنها بتغمأ أو تسود منطقة الأندر أرم بسبب المواد الكيميائية اللي موجودة فيها الطريقة الرابعة وهي باستخدام مكنة الشمع بنحط كمية من الشمع البلاستيك في جهاز التسخين أو مكنة الشمع ونوصل الجهاز بالكهرباء لحد الشمع ما يسيح ويبقى على شكل سائل وبعدها بننتظر حوالي 5 دقايق لحد الشمع ما يبرد شوية وبعدها بنحطه على منطقة الأندر أرم وننتظر لحد ما يجف تماما ونسحبه مرة واحدة ومميزات الطريقة دي إنها بتجيب الشعر من الجدور بتاعتها فده بيخل المنطقة نعمة تماما والشعر ياخد وقت لحد ما يطلع مرة تانية وكمان سعر المكنة والشمع بتاعها ما بيكون شغالي قوي وعيوب الطريقة دي إنها بتكون مؤلمة جدا لكن ممكن نخفف من الألم بإننا نحط طبقة من كريم بيحتوى على ليدو كيين علشان نخضر المنطقة كلها قبل ما نعمل إزالة للشعر اللي فيها الطريقة الخامسة وهي باستخدام الليزر ودي تعتبر أفضل طريقة فيهم لإنها بتحرق الشعر من الجدور بتاعتها فده بيخليها تاخد وقت لحد ما تطلع مرة تانية وكمان الشعر بيكون خفيف عن المرة اللي قبلها وعيوب الليزر إنه بيكون غالي جدا مقارنة بالطرق التانية وفي ناس بتعمل نظام جلسات وراء بعضها تقريبا جلسة واحدة كل شهر والمدة عشر شهور متواصلة بعدها الشعر في المنطقة دي ما بيطلعش مرة تانية سواء في منطقة الأندر أرم أو البكيني وبعد العشر شهور ما بتضطرش تعمل ليزر غير مرة واحدة كل سنة